القطر الشيرة كوب ونصف ماء كوبان ونصف سكر يدعو على نار متوسط حتى يذوب السكر بعد أن يغلي ملعقة صغيرة عصير ليمون حامض تخفف النار ويترك حوالي خمس دقائق ثم يرفع عن النار ويوضع جانبا ليبرد السفوف أربع أكواب طحين فرخة سميدة ناعمة كوب سكر ملعقتان صغيرتان كركم عقدة صفرة ملعقتان صغيرتان بيكينج باودر يخلط جيدا كوب سمنة أو زبدة بحرارة الغرفة يخلط جيدا كوب ماء كوبان قطر شيري يقلب جيدا صينية قطرها 30 سم ملعقتان كبيرتان سمنة ملعقتان كبيرتان قطر يدهن كهر وجوانب الصينية تضع الصينية في فرن محمى مسبقا على حرارة 200 درجة على الرف الأسفل للفرن مدة 20 دقيقة ملعقتان كبيرتان سمنة ملعقتان كبيرتان قطر يخلط جيدا يمصح وجه الصفوف بخليط السمنة والقطر تعاد الصينية إلى الفرن بعد أن تجغل النار من الأعلى حوالي 10 دقائق أو حتى يحمر الوجه تخرج الصينية من الفرن ويعاد دهن وجه الصينية بخليط السمنة والقطر المتبقي تترك حتى تبرد تماما يقطع الصفوف يقدم